اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ ألية تطبيق التسعير التلقائي وعلنت اللجنة أنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت زيادة سعر السولار بمقدار 1 جنيه للتر يصبح سعر البيع في السوق المحلي 8 جنيهات وربع الجنيه للتر الوحد كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8 جنيهات و75 قرش للتر البنزين 80 و10 جنيهات وربع الجنيه للتر البنزين 92 و11 جنيه ونصف للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المزوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6 ألاف جنيه للطن شكرا